السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وصديقاتي مرحبا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بالحصة الأولى من الشكل والتطبيقات الكتابية تحت عنوان الحقوق والواجبات لجزء الأول المخصص للأسبوع الأول من الوحدة الثانية دائما مرجع منار لغة العربية للسنة السادسة من التعليم الإبتدائي طبعة الجديدة طبعة 2021 إذن أولا سنقرأ النص أو بالأحرى الحوار ثم سنجيب عن الأسئلة الخاصة بهذه الحصة إذن اتابعوا معي الحوار الآتي يدور بين أمي وابنها حول الواجبات والحقوق الأم هل أنجزت يا بني واجباتك المدرسية؟ الإبن لم أنجزها بعد يا أمي ولكنك وعدتني إن أنجزت واجباتي اشتريت لي هاتفا جديدا هل ستفين بوعدك؟ لماذا لا تشترينه لي اليوم؟ الأم مستغربة يا بني أنت تطالب كثيرا بحقوقك وتلح في ذلك وتنسى أن المطالبة بالحقوق وأداء الواجب متلازمان الإبن محتجا لكن يا أمي تقولنا دائما إن على الإنسان أن يفي بوعده ثم إن جميع أصدقائي لديهم هواتف جديدة الأم بلطف وهدوء اسمع يا بنيا إن أداء واجباتك المدرسية والمنزلية يسعدني ويسعد أباك كثيرا وإهمالها بدعوى عدم حصولك على ما ترغب فيه يتعسنا جميعا ثم إن أحسن مكافأة لك على أداء واجباتك هو أن تكون راضيا عن نفسك في أداء ما يوكل إليك من واجبات مستعدا لخوض تجارب ناجحة في حياتك مفيدة لك ولغيرك فما أفسد على الأولاد حياتهم اليابونية إلا الإصرار على المطالبة بالحقوق قبل أداء الواجبات الإبن مصدقا أقوال أمه أنت محقة يا أمي يجب علي أن أؤدي واجباتي أولا لأن أداءها ينفعني وينفع الناس ثم أطالب بحقوقي إذن هذا هو النص الذي هو عبارة عن حوار دار بين أمي وابنها حول مفهوم الواجبات والحقوق إذن أولا السؤال الأول أشكل شكلا تاما الكلمات المكتوبة باللول الأخضر حسب سياقها في النص إذن بالنسبة للكلمات إذن لدينا ابنها الإبن بني بني تنسى الإبن تقولين بني الإبن إذا لاحظوا معي ف يعني كلمات الإبن أو بني فهي يعني تتكرر كثيرا إذن هذه الكلمات المطلوب منها شكلها إذن على الشكل التالي يجب الإشارة فقط هنا أصدقائي بأن كلمة بنية إذن كلمة الأولى إذن الكلمة الثانية هي كلمة بنية ثم الإبن ثالثا رابعا خامسا سادسا سابعا ثامنا ثم تاسعا إذن ترتيب الكلمات في النص إذن هنا قمت بكتابة كلمة الإبن فهي في المرتبة الثالثة قبل بنية إذن رتبت لكم الآن يعني الكلمات حسب يعني ورودها في النص الآن نمر إلى السؤال الثاني أشرح الكلمات الآتية حسب سياقها في النص تلحو يفي الإصرار إذن من نسبة لكلمة تلحو أصدقائي يعني تتابع طرحه بشدة يعني يواصل الطلب بإصرار شدد على الشيء أو ركز عليه أو واصل طلبه بإصرار وبشكل متكرر بينما كلمة يفي فهي يتمه وينجزه مثلا يفي الشخص بوعدي في إتمام عملي يعني يتمه وينجزه كلمة الإصرار هي التشبت والإمعان هي التأكيد على الشيء يعني مصر متشبت مصر على رأيه مثلا نقول مصر على رأيه متشبت برأيه سؤال الثالث أختار من بين الجمل الآتي الفكرة الصحيحة يؤدي الإبن واجباته لأنه ينتظر من أمه مكافأة يؤدي الإبن واجباته من غير انتظار مكافأة من أمه لا يؤدي الإبن واجباته إلا بعد أن يحصل من أمه على مكافأة إذن بالنسبة للفكرة الصحيحة التي يعالجها النص هي الفكرة الأخيرة فهذا الطفل يعني تعود على أن لا يؤدي واجباته إلا بعد أن يحصل على مكافأة والأمر غير صحيح وغير سليم بتسان الآن نمر إلى السؤال الرابع أبين بعض واجبات طفل المدرسية في ثلاث جمل إذن أصدقائي من بين واجبات الطفل المدرسية إذن هي متابعة دروسه بانتظام إذن فعليه أن يتابع دروسه بانتظام والتقييد أو الالتزام بتعليمات أساتداته إنجاز واجباته المدرسية وما يطلب منه داخل وخارج القسم إذن هذه واجبات الطفل المدرسية فعليه الالتزام بها والتقييد بالتعليمات التي تعطى له من طرف أساتداته سؤال موالي سؤال الخامس والأخير أتوسع في شرح الجملة الآتية في أربع جمل إن المطالبة بالحقوق وأداء الواجب متلازمان إذن أصدقائي سنقوم بالتوسع في شرح هذه الفكرة إذن سنقول عند المطالبة بالحقوق لا يجب أن ننسى أننا يجب أن نلتزم بمجموعة من الواجبات في مقابل هذه الحقوق فالحق والواجب وجهان لعملة واحدة إذن فاصلة لا نتحدث عن أحد دون الآخر إذن هنا يعني أننا لا يمكن أن نتحدث عن الحق دون الواجب ولا يستوي تواجد أحد بدون الآخر مثلا فأنا لا يجب أن أطلب حقوقي وأنا لا أؤدي واجباتي أو لا ألتزم بأداء الواجبات إذن طالب بحقك وأنت تقوم أو تقوم إذن طالب بحقك وأنت تقوم بواجبك إذن يمكنكم يعني الاستئناس بهذا يعني التوسع في هذه الفكرة إذن سأعيد قراءة يعني هذا الجواب عند المطالبة بالحقوق لا يجب أن ننسى أننا يجب أن نلتزم بمجموعة من الواجبات في مقابل هذه الحقوق فالحق والواجب وجهان لعملة واحدة لا نتحدث عن أحد دون الآخر ولا يستوي تواجد أحد بدون الآخر طالب بحقك وأنت تقوم بواجبك إذن أصدقائي بهكذا ننهي هذه الحصة الحصة الأولى الخاصة بتطبيقات الكتابية إذن حصة الشكل والفهم موعدنا إن شاء الله تعالى في فيديو آخر مع حصة التركيب والصرف والتحويل والإملاء إذن الحصة الثانية من هذه التطبيقات الكتابية الخاصة بالأسبوع الثاني دائما من نفس المرجع وعلى نفس القناة إلى اللقاء